يتزايد الحديث مؤخراً عن احتمال حدوث تحولات دراماتيكية في بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيط الهادئ تتوجه الأنظار غالباً إلى تايوان وخصوصاً مع ارتفاع منسوب التصريحات الأمريكية والصينية حول هذه الجزيرة الساعية للانفصال عن الصين التي تطالب بدورها بالسيادة عليها باعتبارها أقليماً تابعاً لها أكثر ما يثير الغضب الصيني هو اعتماد تايبيا على واشنطن لتحقيق الاستقلال والانفصال التام عن بكين الدعم الأمريكي لتايوان غير مخفي فواشنطن هي أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة إلى الجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية هي أعلنت سابقاً أنها ستدافع عن تايوان إذا هجمتها الصين وهو ما ترى فيه بكين تدخلاً في الشؤون الداخلية واستغلالاً من قبل واشنطن ودول أخرى لتطويقها وكبح تموحاتها بالتفوق التوتر الصيني الأمريكي وصل إلى حد تحذير وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة بدفع ثمان باهظ بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان مؤكداً أنه ليس لدى تايوان من سبيل غير العودة للوحدة مع البر الرئيسي بكين سبق وانحذرت أيضاً من أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال رسمياً متوقعة أن حدوث زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان العام المقبل كل هذه التصريحات تأتي تأكيداً صينياً على حصرية خيار الوحدة مع تايبي وهي تنسجم مع قانون منهضة الانفصال الذي ينص على حق الصين في استخدام الوسائل غير السلمية ضد تايوان إذا حاولت الانفصال اشتركوا في القناة